موسيقى دقائق اخبارية مرحبا بكم اعلن عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة وبدأ الاجراءات العملية لتشغيل مطار مأرب والوصول الى المراحل النهائية فيما يخص المنحة الكويتية للصيانة العمرية للمحطة الغازية جاء ذلك خلال ترأس اجتماع للمكتب التنفيذي بمحافظة مأرب حيث اطلع اعضاء المكتب على نتائج زيارته الخارجية واللقاءات التي عقدها مع ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الامير محمد بن سلمان والمبعوث الاممي الى اليمن والمبعوثين الامريكي والسويدي وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الامن والدول الصديقة والشقيق المعتمدين لدى بلادنا وشدد اللواء العرادة على اهمية مضاعفة الجهود خلال هذه المرحلة الاستثنائية والالتزام باللوائح والقوانين النافذة التي تعكس هيبة وحضور الدولة ادانت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في مأرب الهجوم الصاروخي الارهابي الذي شنت ميليشي الحوث المتمرد على مخيمات النزوح في المحافظة بالتزامن مع وصول المبعوث الاممي هانس جرنبرغ الى المحافظة وطالبت الوحدة التنفيذية بضرورة اتخاذ اجراءات فورية لضبط قيادات الميليشيا وتقديمهم للعدالة ودعت المنظمات الدولية الى تقديم المساعدة والحماية للاشخاص المتضررين من الهجوم ومساندتهم في اعادة بناء منازلهم التالفة وتأمين احتياجاتهم الاساسية وتحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية والرعاية للنازحين وضمان سلامتهم ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان مع السفير الامريكي لدى بلاد ستيفن فاجن اوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وانفاذ القانون وثمن وزير الداخلية خلال لقائه بالسفير الامريكي بمدينة سيئون الدعم الملموس من الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد المقاعد في مجال التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الداخلية اشهد السفير الامريكي بالنجاحات التي حققتها خفر السواحل اليمنية في ضبط عدد من عمليات تهريب الاسلحة والمبنوعات على امتداد الشريط الساحلي لليمن وعرب عن تطلعه الى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الامنية اكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فاجن على اهمية ان يبقى الوضع الامني في محافظة حضرموت مستقرا حتى تظل انموذجا للسلام في اليمن باسرها اوضح السفير الامريكي بانه وقف خلال لقائه بقيادة السلطة المحلية في حضرموت امام الوضع السياسي والاقتصادي والامني وبحث المساهمة في دعم الخدمات وعملية السلام الى جانب دعم استقرار حضرموت ومكافحة الارهاب واستعراض اوضاع النازحين الداخليين والوضع الانساني بشكل عام احبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي محاولة تسلل لميليشيا الحوثي بهدف زرع بوات الناسفة في الخط الاسفلتي الرابط بين مديريتين البرح والوازعية غرب محافظة تعز وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة في بيان صعفي ان الوحدات المتمركزة في محور البرح نصبت كمينا لعناصر الخلية الارهابية بعد تلقيها معلومات من شعبة الاستخبارات العامة حول تحركاتها واضح المصدر بانه تم الاشتباك مع عناصر الخلية الارهابية الذين كانوا بحوزتهم ثلاث عبوات الناسفة مموهة على شكل احجار واسلحة شخصية واسر اثنين من عناصرها واشار المصدر الى انه تم العثور بحوزة عناصر الخلية على هواتف وخرائط ومقاطع فيديو توثق عددا من العمليات الارهابية التي نفذتها في عدد من المناطق المحررة بمحافظة تعز احتفت قيادة اللواء 115 مشاة بتخرج الدفعة الاولى مشاة للمرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2023 وتأتي الدورة التي استمرت اكثر من 45 يوما في اطار تعزيز جاهزية اللواء 115 مشاة وتعزيز حضور الميدان في مختلف الجبهات والمواقع القتالية بمحور ابيان القتالي اكد قائد اللواء 115 مشاة العميد الركن سيف علي القفيش اهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية في مواجهة ميليشيا الارهاب الحوثية وتحمل المسؤولية في مواجهة الاخطار بعزيمة الرجال اكد رئيس المكتبين التنفيذيين للتجمع اليمني للاصلاح بمحافظتي ذمار والبيضاء على اهمية مد جسور التواصل مع شركاء النضال والعمل السياسي في سبيل تفعيل الحياة السياسية جاء ذلك خلال حضورهم اختتام برنامج تنمية القدرات السياسية بعدد من قيادات العمل السياسي الاصلاحي بالمحافظتين والذي تقيمه الدائرة السياسية للاصلاح بالامانة العامة وحث رئيس المكتب التنفيذي للاصلاح بذمار الاستاذ ناصر مجلي على اهمية نشر الوعي السياسي وتقديم خطاب يواكب المرحلة منوها بضرورة العمل على الاتحام بالجماهير وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وتجسيد روح الشراكة مع بقية القوى السياسية من جهته شدد رئيس المكتب التنفيذي للاصلاح بالبيضاء دكتور احمد الشاوج على ضرورة تطوير وبناء قدرات العاملين في المجال السياسي بما يحقق رؤية الاصلاح ويعزز جهوده نحو اعادة الحياة السياسية التي جرفتها الميليشيا قال رئيس الهيئة الوطنية للأسرة والمختطفي ردوان مسعود ان فريق الهيئة رصد اكثر من 1784 حالة اخفاء قسري لمدنيين لفترات متفاوتة تتراوح ما بين شهرين الى خمس سنوات متواصلة واوضح مسعود في الاحاطة التي قدمها يوم امس في مأرب بمناسبة اليوم العالمي لضحاء الاخفاء القسري ان من بين المخفيين قسرا في اليمن 34 امرأة و 64 طفلا واشار مسعود لان معظم الذين افرج عنهم يعانون من حالة نفسية صعبة وعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون في ظل انعدام اي مراكز لتأهيل واعادة دمجهم بالمجتمع وفاد مسعود ان جماعة الحوثي تحتل المرتبة الاولى بواقع 1585 حالة اختفاء قسري تليها قوات المجلس الانتقالي بواقع 103 حالات فيما تتوزع بقية الحالات على جهات مجهولة وجهات حكومية وتنظيم القاعدة ادان المركز اليمني لتأهيل ضحاء الانتهاكات والتعذيب ارادة وامل استمرار جريمة الاخفاء القسري في اليمن وطالب بالتحقيق في جريمة في جميع حالات الاخفاء القسري والتعذيب ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وسرعة الافراج عن جميع المخفيين قسرا دون قيد او شرط وعلن المركز اليمني في بيان عن تضامنه المطلق مع ضحايا الاخفاء القسري وشدد على اهمية الوقوف الى جانب عائلات المخفيين قسرا ودعمهم في السعي للإفراج عن مختطفيهم وتحقيق العدالة لهم ومساعدتهم بكل الوسائل الممكنة ودع المركز اليمني لتأهيل ضحاء الانتهاكات والتعذيب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة استمرار ميليشي الحوثي في اخفاء المئات وتعذيب الاف المختطفين في السجون كما دع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية والصليب الأحمر الى تحمل مسؤولياتهم حيال ما يقوم به الحوثيون من جرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها جريمة الاخفاء القسري تواصل ميليشي الحوثي اخفاء ثمان معدات للنظافة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ينبس بقيمة خمسمائة مليون ريال في أحد الأحواش الخلفية لمبنى محافظة إب بالتزامن مع انتشار القمامة بكثافة في شوارع المدينة ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأليات نقل القمامة المقدمة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة بهدف المساهمة في نظافة الشوارع وتخفيف معاناة الناس وتعيش مدينة إب حالة تردي في خدمات النظافة وانتشار الأكوام القوامة في مختلف الشوارع خصوصا الفرعية منها وسط شكاوى ومطالبات الأهالي بوضع حد لمعاناتهم في ظل حربها المستمرة على اليمنين في مناطق سيطرتها المسلحة فرضت ميليشي الحوثي الإرهابية جرعة سعرية جديدة على جميع الواردات إلى موانئ الحديدة والمنافذ الانفصالية التي استحدثتها في مناطق سيطرتها لصالح مؤسسات تابعة للميليشيا وكشفت وثيقة متداولة عن ميليشيا الحوثي قيمة الضريبة المضافة بنسبة 99% بعد أن فرضت جرعة جديدة بداية أسطس الجاري على جميع السلع بنسبة 200% على الضرائب ورفعت الجرعة على الجمارك بنسبة 100% وفقا للوثيقة بأن فإن ميليشيا الحوثي رفعت الجبايات التي تنتزعها لصالح صندوق قتلها بنسبة 100% منذ مطلع هذا الأسبوع دشن الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهاد التميمي في مدينة تري مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس بوادي حضر موت بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ الإسيسكو بالشراكة مع تلاف الخير للإغاثة الإنسانية وخلال تدشين بمدرسة بالقيس بمنطقة دمون أكد الوكيل التميمي على أهمية المشروع الذي يلامس استحقاقا كبيرا للفتاة بعد تسرب العديد من الفتيات من الدراسة مؤكدا أن المشروع يصم في التعليم للفتاة وحصولها على فرصة جيدة لمواصلة التعليم وشاد التميمي بدور المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة الشعب اليمني ودعمهم المتواصل للعملية التعليمية بوادي حضر موت من خلال التدخلات المختلفة لتوفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب اختتم مكتب الصحة العامة وسكان بمحافظة المهرى الدورة التنشيطية لمقدم خدمة التحصين في المرافق الصحية بدعم من منظمة اليونسيف وفي فعالية الختام أشاد القائمون على الدورة بجهود مقدم خدمات التحصين وتحملهم الصعاب لتقديم الرعاية والتحصين على مستوى المرافق الصحية أو من منزل إلى منزل باعتبارهم الركيز الأساسية في العمل الصحي أوضح مدير إدارة التحصين الصحي محمد علي المعلم أن الدورة التنشيطية سوف تسهم في تطوير مهارات مقدم خدمات التحصين وإكسابهم معلومات جديدة في مجال الرعاية الصحية الأولية لافتا أن الدورة استهدفت نحو 35 متدربا ومتدربة من جميع المرافق الصحية بالمحافظة دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة